السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد نكمل في هذا الفيديو حديثنا عن تشكيل السؤال تكلمنا في الدرس الماضي عن تشكيل السؤال في زمن مضارع البسيط واستخدمنا أسماء الاستفهام ورأينا كيف نصيق سؤال في اللغة الإنجليزية في هذا الفيديو نتابع أيضا حديثنا عن تشكيل السؤال لكن نستخدم جملة الاستفهامية في تشكيل سؤال مع كل الأزمنة في اللغة الإنجليزية نلاحظ لتشكيل سؤال yes no questions نبدأ بفعل مساعد الفاعل الفعل تكملة الجملة كما قلنا لكل زمن فعل مساعد خاص به المضارع البسيط بيكون عندنا do و does هين نضعها من عندنا مو موجودة بداخل الجملة بالماضي البسيط نستخدم did فقط الزمنين المضارع البسيط والماضي البسيط نضع فعل مساعد من مخيلتنا باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد do و does و did نضع من عندنا يكون الفعل المساعد موجود داخل الجملة لاحظ is driving الفعل is was driving الفعل was well الفعل well بالمستقبل المضارع التام أيضا موجودة has إذن ننتبه على هذه الملاحظة كل الأزمنة لتشكيل السؤال تحتاج فعل مساعد زمنين فقط المضارع البسيط نستخدم do و does الماضي البسيط نستخدم did نضعها من عندنا باقي الأزمنة الفعل المساعد يكون ضمن الجملة لاحظ أول جملة she drives her car إذن المضارع بسيط بالمضارع البسيط نستخدم do أو does الفعل she عندنا إذن نستخدم الفعل المساعد does does نضع she drive والفعل نحذف her car فقط does she drive her car هل تقود سيارتها لاحظ استخدم الفعل المساعد does ونترجم does ب هل نريد أن نستخدم اسم استفهام نفس الجملة نسأل عن her car سيارتها يعني ماذا what إذن wh question نستخدم نفس التركيب فقط نزيد اسم استفهام في ذات الجملة what بعد يكون عندنا فعل مساعد رجع d إلى small letter نفسها الفعل المساعد does what does she drive ونحذف الشيء اللي نسأل عنه علامة استفهام what does she drive ماذا تقود إذن اللاحظة تستخدمنا اسم الاستفهام what إذن هذا اسم استفهام بعدين فعل مساعد does عندنا الفاعل الفعل نضع علامة استفهام طبعا هنا لازم يكون عندنا علامة استفهام الجملة الثانية she drive her car قادة سيارتها لحظ الفعل بالماظر البسيط عندنا إذن نستخدم الفعل مساعد did إذن نضع did في بداية الجملة did الفاعل she did she رجع drove إلى المضارة drive did she drive أصبح did هو أو كلمة did هي تشير إلى الماضي رجع drive إلى المضارة لنقول did she drive did she drive her car question mark علامة استفهام did she drive her car هل قادة سيارتها فقط لا غير نريد أن نستخدم اسم استفهام نضع what كما هي did كبية اللتر بس نبدأ نحن دائما بداية الجملة كبية اللتر did أيضا نكتبها كما هي لكن نبدأ بسمها اللتر ردي what did she drive نحذف her car لن نسأل عنها what did she drive ماذا تقود لن نقول ماذا تقود سيارتها إذا نحذف her car تصبح what did she drive ماذا تقود لاحظ الجملة الأولى إذا سألنا does she drive نجيب yes she does إذا كان no no she doesn't الجملة هذه إذا كان yes no question did she drive her car هل تقود سيارتها yes سألنا did نجواب did yes she did no she didn't إذا سألني باسم الاستفهام what does she drive ماذا تقود نحذف اسم الاستفهام نحذف الفهم مساعد نبدأ منها عند she she drives her car هي تقود سيارتها لأن wc questions نحتاج إلى إجابة مطولة what did she drive ماذا تقود أيضا نحذف what نحذف did نبدأ she drove her car إذن قادت سيارتها الجملة بعدها زمان الجملة مضارع مستمر باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد من عندنا فعل مساعد موجود في الجملة فقط زمانين كما قلنا المضارع البسيط do does الماضي البسيط did ننتبع إلى هذا المعلومة أيضا نبدأ نريد أن نشكل سؤال نضع is في بداية الجملة تصبح is she driving her car تصبح هل تقود سيارتها نعم الآن is she driving her car نعم نريد أن نجيب is she driving الإجابة yes لاحظ yes بس نقلب أول كلمتين yes she is نعم تقود no she isn't فقط لا غير كلا لا تقود هذا إجابة قصيرة إذا استخدمنا اسم استفهام what تصبح what أيضا the i capital تصبح small نفس الفهم مساعد is what is she driving نحذف her car لأن نسأل عنها احنا what is she driving ماذا تقود لاحظ استخدمنا الفعل المساعد is من ضمن الجملة بس وضعنا is في بداية الجملة قبل الفاعل what is she driving ماذا تقود أثناء الإجابة لأنه عدنا wh questions رح تكون عدنا جملة مطولة نحذف what لكن هنا لا نحذف is لماذا لأنه حذفنا is يتغير شكل الزمن ودائما باللغة الإنجليزية أو بحث العربي سأني بالماضي أجاوب بالماضي سأني بي المضارع أجاوب بالمضارع سأني بي المستقبل أجاوب بالمستقبل وهكذا أيضا باللغة الإنجليزية إذن لا نحذف is كما فعلنا مع do does إذن فقط رجع is في مكانها تصبح she is سأل لماذا لماذا حذفنا is كما do does لأن is هي من ضمن شكل الفعل بالمضارع المستمر الذي يحب يرجع على زمن الماضي البسيط والمضارع البسيط وباقي الأزمن في فيديوهات أخرى تكون عنده صورة أوضح المضارع المستمر يكون عندنا الفعل مؤلف من ثلاث أجزاء ممعقلة يسأل بالمضارع مستمر بجاوب هالطريقة she driving her car واحد في is هذا خطأ يتغير زمن الجملة الجملة بعدها she was driving her car كانت تقود سيارتها اللحظة هذا نسميه past continuous إذن ماضي مستمر yes no questions فقط أضع was في داتة الجملة تصبح was نكتب هنا was she كما هي لاحظ was what she driving her car نضع علامة استفهام was she driving her car هل كانت تقود سيارتها لاحظين بالماضي المستمر الإجابة was she driving her car دائما وعبدا الفعل المساعد يكون بداية الجملة أجاوب فيه أثناء يكون إجابة قصيرة عما يكون عدنا wh question اسم استفهام was she driving هل كانت تقود سيارتها أتوقع الإجابة هل ما أعطت الإجابة ستكون yes أو تكون عدنا no yes she بس أرجع مرة ثانية yes she was no she wasn't لاحظين إذا أردت أن s l b wh questions نفس الترتيب فقط أبدأ باسم استفهام نضع what في بداية الجملة وعند دائما يكون capital letter what رجع was w capital حرف كبير لا صغير لأنه لا نبدأ w كبير وهنا w كبير لا بس بداية الجملة what was she driving ماذا كانت تقود نحذف hair car ونضع علامة استفهام what was she driving ماذا كانت تقود لاحظ هنا wh questions نتوقع إجابة تكون مطولة هل تعتقدون نقول what was she driving ماذا كانت تقود نكتب yes she was هذا خطأ إذن إجابة مطولة إذن نحذف wh الرجع was كما هي مكانها بعد الفعل تصبح she was driving hair car كانت تقود سيارتها فقط وضعنا was لا نحذف was كما فعلنا do does هذا خطأ لأنه تغير زمنة جملة بالماذ المستمر يجب يكون was was هذا جزء أول drive جزء الثاني ing جزء الثالث أيضا ستكون أثناء السؤال وإثناء الإجابة بنفس الزمن لاحظ was جزء أول drive جزء الثاني ing هذا أثناء السؤال وجملة مثبتة ستكون ثلاث أجزاء لأن دائما كما قلنا الزمن نسأل به نجيب به she will drive her car سوف تقود سيارتها لاحظ هذا مستقبل الفعل هو will drive إذا ردنا yes no questions فقط نضع well في بداية الجملة تصبح well she drive her car question mark well she drive her car يعني هل ستقود سيارتها لاحظ مستقبل لا نحتاج كما قلنا do does لأنه فقط بالمضبع بسيط ونحتاج did بالماضي البسيط باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد كما زمن المضارع البسيط والماضي البسيط الفعل مساعد موجود ضمن الجملة يعني في عدنا 12 زمن 10 أزمنة لا نحتاج الفعل مساعد نضيفه من عندنا فقط موجود نقلب بين الفاعل والفعل مساعد كل الأزمنة فقط زمنين هي عيدها مليون مرة عشان تركز معنا فقط زمنين بالمضارع البسيط do does نضع فعل مساعد من عندنا وبالمواضي البسيط نضع did باقي الأزمنة لا نحتاج لأنه موجودة فعل مساعد will she drive her car هل تقود سيارتها الإجابة yes أو no أيضا نقلبهم will she تصبح yes she will no she will not ممكن نكتب will not نختصرها want به الشكل هذا نريد أن نسأل wh questions فقط نضع what في ذات الجملة الفعل مساعد هو will what will she drive what will she drive ماذا ستقود أثناء الإجابة أيضا نحذ flat تصبح she will drive her car سوف تقود سيارتها الجملة الأخيرة she has driven her car لقد قادت سيارتها هذا نسميه present perfect وظار 10 الفعل مساعد هو has فقط نضع has في ذات الجملة تصبح has she driven her car يعني هل قادت سيارتها ما سود شي بس حطت has في ذات الجملة ونترجم has ب هل دائما الفعل مساعدة في ذات الجملة اثناء سواء نترجم ها has she driven her car هل قادت سيارتها الإجابة يما يكون عندي yes أو no فقط نرجع مرة ثانية has she yes she has no she hasn't إذن دائما الفعل المساعد يكون بداية الجملة أجيب به نريد أن نستخدم wh questions فقط نضع what نضع has إذن what هي wh questions has هي الفعل المساعد من ضمن الجملة she هي الفاعل what has she ونكمل الجملة بس وضعنا has به المكان هذا استخدمنا what بالأول what has she driven يعني what has she driven ماذا قادت الإجابة راح تكون أيضا نحذف what رجع has به المكان هذا تصبح she has driven her car لقد قادت سيارتها لحظة ذلك المثالين she can drive her car تستطيع أن تقود سيارتها can لا نحتاج في المساعد هي نفسه فعل مساعد فقط نضع بداية الجملة أيضا should she should drive her car يجب أن تقود سيارتها أيضا نضع should هي نفسها فعل مساعد إذا ردنا أن نشكل سؤال yes no questions فقط نضع can في داتة الجملة تصبح can she drive her car يعني هل تستطيع أن تقود سيارتها إذا ردنا نسأل wh questions فقط نضع في داتة الجملة what what can نفسه what can she drive drive what can she drive ماذا تستطيع أن تقود أثناء الإجابة نحذف what تصبح what can she drive تصبح she can drive her car تستطيع أن تقود سيارتها السؤال الأول can she drive her car هل تستطيع أن تقود سيارتها راح تكون هذي نسميها yes no questions لأنه فقط بدأنا بفعل مساعد no تعتبر فعل مساعد can she تصبح yes she can no she can't لكن السؤال الثاني wh questions يجب أن تكون إجابة مطولة what can she drive ماتت تستطيع أن تقود الإجابة she الرجع can تصبح لاحظ she can drive her car تستطيع أن تقود سيارتها الجملة البعض she should drive her car يجب أن تقود سيارتها ترجم should be يجب أيضا أريد أن أسأل ب yes no questions أبدأ فعل مساعد هو should نضع should في بداية الجملة بعدها بس نقلبهم should she drive her car نضع علامة استفهم should she drive her car يعني هل يجب أو يتوجب أن تقود سيارتها هذه yes no questions رح تكون إجابة yes أو تكون عدنا no yes she should دائما الفعل مساعد كما قلنا الموجود ذات الجملة أجيب فيه لاحظ هنا سألنا can she جعوبنا can هنا عدنا should أيضا جعوب should yes she should no she shouldn't نريد أن أسأل فقط نضع what لاحظ ماذا يجب أن تقود what نضع should لأنه should هو الفعل مساعد what should بعد الفعل what should she drive ماذا يجب أن تقود أثنان الإجابة نحذف what نرجع should على مكانها تصبح هذا الشكل نبدأ من عند الفاعل she should drive her car يعني يجب أن تقود سيارتها إذن بكل سهولة لاحظ هذه جملة إنجليزية فاعل فاعل بعدها عدنا تكملة الجملة yes no questions فقط نضع can في بداية الجملة wh question نضع what بعدين can ونكمل الجملة الجملة الثانية she should drive her car أيضا فاعل وفاعل كل نفس الطريقة yes no questions فقط نضع فعل مساعد should في بداية الجملة أثناء إجابة نجاوب به أثناء wh questions أيضا نبدأ wh questions اسم استفهام نضع بعدها الفعل المساعد إذن بهذا الشكل تكلمنا عن تشكيل السؤال مع أغلب الأزمانة باللغة الإنجليزية فقط كما نعرف الجملة الإنجليزية subject verb compliment فاعل فعل تكملت الجملة إذا رأيت أن أسأل yes no questions فقط نضع الفعل المساعد كما قلنا do وdoes مع المضارع البسيط did مع الماضي البسيط باقي الأزمانة الفعل المساعد موجود في الجملة إذا أردنا wh questions فقط نضع wh questions في بداية الجملة إذن تشكيل السؤال يكون الجزء الأول wh questions الجزء الثاني helping verb فعل مساعد الجزء الثالث الفاعل الجزء الرابع verb وإذا كان عدنا تكميل الجملة يكون الجزء الخامس إذن أربع أشياء أقوم بها عند تشكيل السؤال وبالأخير أكيد لازم يكون الجملة منتهي بعلامة استفهام بهذا الشكل تعلمنا كيف نسأل سؤال يسمى questions أتمنى قدمت شيء لفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق في نهاية الفيديو ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا